ليلى فتاة تقية تزوجت من شاب وسيم قوي وأنجبت منه ثلاثة أولاد وفجأة تغيرت أحوال الزوج حيث أصبح قاسيا على زوجته وأبنائه وأصبح مصدر رعب لهم وفي كل الأحوال كانت ليلى صابرة تردد قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي يوم فوجئت بورقة طلاقها تصلها بعد غياب زوجها عن البيت لمدة شهر فلم تهتز وسلمت أمرها لله ورددت قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قامت ليلى بالعمل معلمة بمدرسة خاصة وعلمت أن زوجها قد تزوج من سيدة ثرية ببدينة ساحلية فدعت له بالتوفيق وبعد عشر سنوات قامت الزوجة الثرية بطرد الزوج بعد أن ذهبت قوته فضاق به الحال ولم يجد ما يأكله حتى قطعة خبز وأصبح متسخ الجسد رث الثياب يشفق عليه أهل الخير بوجبة طعام وأخذه طبيب ليعمل عامل نظافة في إحدى المستشفيات وفي إحدى الأيام دخلت سيارة فارهة للمستشفى وإذا بسيدة تجلس بجانب صاحب السيارة وقد تعرفت على عامل النظافة فذهبت السيدة إليه ونظرت إليه بحزن وسألته هل تعلم من أنا؟ فقال نعم أنت زوجة التي طلقتك دون ذنب منك وتركتك مع أولادي دون وجبة عشاء فقالت له وهذا ولدي صاحب السيارة وصاحب المستشفى التي تعمل بها لقد أكرمني الله وتزوجت بعد طلاقي برجل ثري وقد تغيرت أحوالنا للأفضل ولولا قساوة قلبك وجفاؤك معنا ما كان ولدي أصبح طبيبا كبيرا ولا ابني أصبح في أعلى المناصب كنت أتخيل أنه من سوء حظ زواجبك لكن علمت أن الله ينصف المظلوم ويقدر كل خير لعباده حتى وإن كانت بدايته صعبة فلولا أنك تركتنا وهجرتنا لما تحسنت أحوالنا لذلك كنت أقول دائما بعد كل مصيبة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فمن حكمته أنه يختار لنا الخير ونحن لا نعلم بل نحن من يستعجل الأمور قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب داليا فتاة جامعية جميلة من أسرة متوسطة الحال على خلق ودين أعجب بداليا شاب وسيم مدلل من أسرة ميسورة الحال وأخذ يطاردها بسيارته في كل مكان حتى أوقعها في حبه بكلامه المعسول وعندما تقدم لخطبتها ذهب والد داليا إلى عنوان الشاب وسأل عنه وعرف أن والديه يدللانه ولا عمل دائم له ولا يحافظ على صلاء فقرر رفض الخطوبة وعندما وجد ابنته متمسكة به قال لها يا ابنتي الولد المدلل الذي ينام على ظهره منتظرا أمه أو أخته تأتي له بالطعام وكوب الماء هو نفسه الشاب المستهتر الذي يخدع البنات بكلمات مزيفة هو نفسه الزوج الذي سيحمل زوجته كل أعباء المنزل بدون مسؤولية هو نفسه الذي سيقوم بتطليق زوجته لأدفه سبب ويجعلها تلجأ للمحاكم كي تحصل على مصاريف لأولادها منه والصغيرة تأتي بالكبيرة هذا هو التطور الطبيعي لسوء تربية هذا الشاب والذي علمته من الكثيرين من جيرانه وتأكدت منه بنفسي لم تنفع نصائح الأب لابنته وأصرت على إتمام الخطوبة ثم الزواج وبعد عقد القران وفي ليلة الزفاف قال الأب للشاب وهو يبكي لقد تركت ابنتي الأب والأم والأخ والأخت وجاءت لتكون لك وحدك فكلها كل هؤلاء وبعد الزواج تحققت كل كلمة قالها الأب فالشاب لا يلتزم بصلاة ولا عمل يستمر فيه وينفق من مال والديه فصبرت داليا على أمل أن يتغير للأفضل بعدما علم أنه سيصبح أبا ولكن للأسف بعد إن جابها ولدا جميلة لم يتأثر الزوج وظل كما هو وعندما أصبح عمر الطفل عاما واجهت داليا زوجها لأول مرة بكل أخطائه واحتدت عليه في العتاب فقام بتطليقها وطردها من شقته وكادت أن تموت من هول المفاجأة وحتى لا تتمكن داليا بعد الطلاق من الشقة تصرف طريقها بمكر كبير وقام بكتابة الشقة باسم أخيه الأكبر وامتنع عن الإنفاق على ابنه فاضطرت داليا للجوء إلى المحاكم وقام والد داليا بالإنفاق على ابنته وحفيده وابتسم وقال لها لقد ظنمك ومكر بك ولكن الله سينصرك وتذكر دائما قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وبعد شهر توفي الأخ الأكبر للزوج في حادث وأصبحت الشقة في يد المجلس الحسبي لحين بلوغ ابن الأخ السن القانونية بعد عامين وتصبح الشقة من ممتلكاته ولأن زوجة الأخ الأكبر عانت تماما من زوجها الميت كما عانت داليا وأكثر وعدتها برد الشقة إليها لتكون عوضا بسيطا عما حدث لها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ليلى طالبة في الثانوية العامة ملتزمة وعلى خلق لها ثلاثة إخوة أصغر منها ووالدها يعمل ساعيا في شركة خاصة وكثيرا ما تعرض لأزمات مالية بسبب عدم قدرته على الإنفاق على أسرته وكان رشدي صاحب الشركة يقف بجانبه في كثير من الأزمات في أحد الأيام مرض والد ليلى وجلس في البيت وفي اليوم التالي فوج أبي رشدي يزوره ومعه طبيبه الخاص وقبل انتهاء الزيارة شاهد رشدي ليلى وأعجب بها كثيرا وبعد أن شفي الأب طلب منه رشدي الموافقة على زواجه من ابنته فعرض الأب الأمر على ابنته فضحت ليلى ووافقت كي تساعد والدها في الإنفاق على أمها وإخوتها وتم الزواج بالفعل فوجأ رشدي بمعادات شقيقيه له بسبب زواجه فذكرهما بأنه لم يتزوج من قبل ليقوم بتربيتهما فلم يهتم بكلامه واستمر في مقاطعته حملت ليلى وبعد أشهر أخبرها الطبيب أن الجنين ذكر ولكنه مشوه فرفضت الإجهاض لحرمته وقالت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعندما علم شقيقا رشدي بحمل ليلى حزنة ولكنهما فرح عندما سمع الطبيب يقول لرشدي ربما مات الجنين في بطن زوجتك وإن استمر فسيولد ميتها قبل ولادة ليلى بشهر توفي رشدي في حادث فجاء إليها شقيقاه ليرث كل الممتلكات ولكن محام رشدي طلب منهما الانتظار حتى تضع ليلى وضعت ليلى مولودها فورث أباه وأصبحت هي الوصية عليه وبعد شهر توفي المولود فورثته أمه وقامت بالإنفاق على أسرتها كما أعطت بعض الأموال لشقيقي زوجها حتى تنزع ما بقلبيهما من حقت عليها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر